هذه مادة فيلمية بإخراج سعودي صورها مخرج شاب في إنجلترا أثناء دراسته الإعلام هناك حاز المخرج على جوائز في مهرجنات أوروبية ولكنه مع ذلك عاد إلى بلاده محبطة بعد عشر سنوات من إقامة في الخارج المشكلة في عملية الإنتاج هنا في المملكة طريقة العمل فيها عشان تقدر تنزل للسوق وتصور أو تنزل في الشارع وتعمل عمل لابد من أخذ تصاريح كثيرة وأخذ موافقات كثيرة ومكلفة بنفس الوقت أنا كمخرجة وصانع أفلام أحتاج جهة تدعمني أحتاج جهة تسهلي لأمور الإدارية كفرد ما أعتقد أنها تكون سهلة العملية أبدا 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 لا يرغب بسام كثيرا في خوض تجربة إنتاج أفلام لتبث فقط على الإنترنت فأماله أن يتم احتواء خبرته في مشاريع محلية متقنة هذه الكاميرا ليست مقتصرة فقط على التصوير الفوتوغرافي بل لديها إمكانيات سينمائية كاملة ولذلك يقتليها الكثير من صناع فيديوهات اليوتيوب نظرا لتكلفتها المنخفضة برز سعوديون كثر من خلال إنتاج محتوى مرئي على يوتيوب فيديو خنبلة مثلا حقق أكثر من مليوني زائر في شهر واحد جمعية الثقافة والفنون تخطط على احتواء هوات صناعة الفيديو في ظل عدم المشاريع الوطنية والمعاهد المتخصصة المهمة الجمعية أنها تعطي هذه المواهب فرصة لممارسة تبداعها ماذا يحدث بعد ذلك هذه قضية يعني أعتقد سيفرض حاجتها المجتمع والسوق حاجة المجتمع هو الذي سيفرض أين تتجه هذه المواهب وماذا ستعمل السلام عليكم هذا البنزين حق اليوم أسبوع أسبوع بنزين مخمج عندكم أسبوع وزارة التجارة لقد أصبحت صناعة الفيديو وسيلة تعبير حديثة مع ثورة الإنترنت وصار بعض روادها من مشاهير المجتمع السعودي عبد المحسن القباني سكاي نيوز عربية الرياض